تحت شعار قطار الخير نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استفافا بضم أكثر من خمسة عشرة جمعية ومؤسسة أهلية يعملون تحت مظلته وذلك في مشهد يعكس قدرات التحالف البشرية وإمكاناته لخدمة الشرائح الأولى بالرعاية في قرى ونجوع محافظة سهاج تحت شعار قطار الخير نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استفافا يضم أكثر من خمسة عشرة جمعية ومؤسسة أهلية يعملون تحت مظلته في مشهد يعكس مدى قدراته البشرية وإمكانياته الخدمية والتنموية في دعم الشرائح الأولى بالرعاية والتي ساهمت في خدمة نحو مائة ألف وستين مستفيد من كرة ونجوع محافظة سهاج النهاردة الاستفاف الخاص بكل مؤسسات وكينات التحالف حبينا أنه هو يكون ختام 22 من محافظة سهاج زي قافلة ساتر وعافية 16 لما كانت موجودة من هنا الاستفاف النهاردة مضموم تحت مظلة قافلة ساتر وعافية مشارك فيه معظم الجمعيات الموجودة معنا واللي بدأت معنا قافلة ساتر وعافية من البداية بفضل الله تعالى مؤسس العربي عندها فرح النهاردة بانضمامها للتحالف الوطني ضمن مبادرة سيادة الرئيس عفتاح السيسي وحنا جينا النهاردة هنا لمحافظة سهاج بفضل الله تعالى لوزيع بطاطين على أهلنا هنا في المحافظة سهاج ان شاء الله عاملين كارنفال زي ما حاج شايف حاجة استعراض لقوة التحالف التحالف أكتر من 24 مؤسسة من أكبر مؤسسات اللي موجودة في مصر النهاردة بنختتم 20-22 في سهاج زي ما بدأنا أول قافلة ساتر وعافية في سهاج شاركنا في المدومة في القافلة دي بتمكين اقتصادي كرسة متحركة أجهزة تعوضية سماعات طبية توزيع لحوم توزيع بطاطين نهاردة التحالف الوطني بيقدم نموذج للعمل الأهلي المصري نموذج بيجمع ما بين القوى البشرية المشاركة في المؤسسات المنضوية تحت مظلة التحالف من خلال أكبر عدد ممكن من المتطوعين كمان يشمل الاستفاف اللي احنا موجودين فيه النهاردة استعراض لكل إمكانيات وقدرات المؤسسات الشريكة لتقديم خدمات مباشرة وفعلية لأهليها في حفظ السهاج بشكل عام نحو 2500 متطوع وتنفيذية يعملون كخالية نحل من أجل تنظيم هذه الفعليات ووصول الخدمة لكل مستحق والتي شملت مساعدات موسمية كراتين مواد غذائية بطاطين للشتاء جهاز عرائس مشروعات تنموية صغيرة ومعرض ملابس يحتوي على 20 ألف قطعة ملابس بالإضافة لقوافل طبية بها العديد من التخصصات تشمل الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان صراحة عشاء جميل يعني وسعادني الصراحة وللقيت حاجة لعيالي يعني أنا مبسوطة الصراحة تشكروني جبت لنا لبس العليتنا وسلمتونا التغذي مفيدة وقافلة حلوة وياريس الدوم على طول وعطونا كل خير والحمد لله كل سنة هم طيبين ساعد والله كتير وأسهم كتير وبالبطاطين وبالماد وبكله بالعلاج وكله الحمد لله برق الله في كل اللي مساهم في الخير ده قافلة حلوة يعني تاني مرة احنا نيجي وبسطونا يعني دي ناحية حلوة مبسوط أن يعني رئيس السيسي رأت لنا مساعدات شكرا رئيس السيسي وتحية مصر وتحية مصر حلم أصبح حقيقة وهدف يتحقق بهذه المشاهد التي تترجم مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والإنجازات التي تتم بعد إطلاقه بتسعة أشهر فقط وتوحيد لجهود المؤسسات الخيرية والتنموية